هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلة في بلدة الزاوية غرب سلفيت وألحقت أضراراً بعدد من المنازل المجاورة ودهمت قوات الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة بمرافقة آليات عسكرية وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وحصرت منزل ذوي الشهيد قبيل تفجيره وهدمه بالكامل هذا واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان الفلسطينيين أسفلت عن إصابات طفيفة جراء إلقاء الغاز المسيل للدموع يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعدمت الشابة الفلسطيني عمر أبو ليلة في شهر آذار الماضي ببلدة عبوين شمال رامالة بعد مطاردته لثلاثة أيام